أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء عدنا من الفاصل ونستوفي معكم باقي فقرات برنامج هذا اليوم وإلى الخبر الذي أوردناه قبل أن نخرج إلى الفاصل الشرطة المتحدث بلسان الشرطة يفيد بأنه قبل قليل تم إطلاق نار تجاه محطة في مدينة الكدس في شرقية الكدس كوات كبيرة من الشرطة هوري إلى المكان ومعها قائد لواء شرطة الكدس لا معلومات حتى الآن عن إصابات أو أضرار ولكن على ما يبدو أن الحدث لم ينتهي هناك سنوفيكم أولا بأول بما يجري في مدينة الكدس وفي ظل أجواء الحرب التي يعيشها الناس بأدقة التفاصيل وفي ظل الجو العام الذي يسوده القلق والتوتر من المهم جدا الانتباه للحالة النفسية للأبناء والبنات من أبنائنا وأيضا للكبار واحتوائهم لتجاوز هذه الأزمة مع أقل درا ممكن خاصة بعد أن تغير روتين حياة كل واحد فينا كبارا وصغارا عن الرعاية النفسية في هذه الفترة نريد الحديث مع ضيفنا في الستوديو الذي ينضم إلينا في بث حي ومباشر ينضم إلينا ضيفنا الأخصائي النفسي عبدالله ريان وهو من مركز لين وجمعية تاج الحياة أهلا ومرحبا بك أخ عبدالله ريان أهلا بك أستاذ أولا كبير ما أسألك عن كل شيء يتعلق بالصحة النفسية والأوضاع النفسية للناس والجمهور تشرح إنما ما هو مركز لين وما هي جمعية تاج الحياة أولا مرحبا في الجميع أهلا بك مركز لين وجمعية تاج الحياة هو مركز أقام لمنح خدمات نفسية مجانية مجانية للمجتمع العربي مركز لين عن طريق صندوق المرضى وجمعية تاج الحياة عن طريق ناس أخصائيين متطوعين من مجتمعنا العربي مهم جدا أن ببداية هذه الأحداث في مجتمعنا تكاتف عدة جهات مجتمعنا بخير يعني إذا نحكي إحنا مجتمعنا بخير في وقت الأزمات في كثير تكاتف في كثير أخصائيين اللي هم يتجندوا وفي كثير مؤسسات اللي هي تجندات مشان إنها تعطي خدمات طوارئ لمجتمعنا مثلا مركز لين جمعية تاج الحياة غرفة طوارئ التابعة للحركة الإسلامية وهيئة الطوارئ العليا لتابعة لجنة المتابعة أنا طبعا مشارك وعدة أخصائيين وكوادر مشاركين في محاد الهيئات بلشنا من أول أحداث تكررون يوم سبت بالليل يوم الأحداث الصبح كنا مجهزين حالنا مجهزين عدة أخصائيين اللي عندهم تخصص في تدخل في الأزمات لأنه شفنا كديش حدة الهجوم اللي كان وتوقعنا كديش حدة الرد اللي راح يكون هذا اللي بنشوفه الآن فكان عنا جدا تخوف جدا تخوف لأنه من ثاني يوم أو من أول يوم كان فيه مصابين من النقب صحيح في قتلة في قتلة في مخطوفين توجهونا عدة يعني بس بس عرضنا الخدمة توجهونا عشرات أفراد ولا هيئات ولا مؤسسات اللي كانت توجهت منهم أفراد اللي بعانوا من أعراض صدمة أعراض خوف فيه كان صواريخ اللي وقعت في النقب صحيح فيه كان قتلة في حوالي 15 قطير وفيه مفقودين وفيه مفقودين أهليهم اللي كانوا يشتغلوا في منطقة الهجوم واتضرروا وانقتلوا نعم صحيح السؤالي لك عبدالله ريان أنت بتحكي عن أعراض صدمة أو أعراض خوف ما هي أعراض الصدمة كيف ممكن أعرف إذا إنسان ما عنده صدمة صدمة نفسية بسبب ما يجري أولا أن اللي بدي أقوله الردود الفعل اللي بتحدث حاليا هي رد فعل طبيعي لوضع غير طبيعي يعني كل إشي اللي نشعره هو طبيعي للوضع الغير طبيعي فأعراض الصدمة ممكن هي تكون جدا واسعة كيف مثلا ممكن عندي الأولاد تبلش أعراض صدمة خلينا نبلش من الخفيفة أستاذ اللي هي مثل خوف مثل هلع مثل إسراخ الولد يتغير أو الطفل يتغير سلوكياته وممكن أن يتوصل لأعراض جدا صعبة مثل مثل تبول لإراضي بالليل مثل الخوف أن ينترك لحاله الخوف أن ينام لحاله نوبات هلع جدا قوية نعم انتوا على نفسه بدون ينام بغرفته بدون يكون حدا اللي يكون معه وكمان عدم الخروج من البيت مهم جدا أن نحكي نحن مجتمعنا هو بحالة تهديد دائم من سنين يعني العنف المجتمع العربي كانت كثير حالات تتوجهنا لمركز دين وجمعية التاجي الحياة مشان أن نعطيهم مساعدات ولكن ولكن مع الحرب اللي حدثت الآن ليش يتفاقم ليش يتفاقم بشكل كبير سؤالي لك عبدالله ريان انت ذكرت أعراض الصدمة ولد صغير اللي الآن يرفض أنه نام لواحده في غرفته بسبب الأوضاع خوفه من صفارة النظر أنا كأب كيف لازم تصرف معه أولا نحن لازم نعطي شرعية للخوف يعني مان كل الولد مش لازم تخاف أو ممنوع انك تخاف الخوف طبيعي هي ردة فعل طبيعية للأحداث التي تصير وربنا خلك الخوف فينا لكي نواجه الخطر أو نبد عن الخطر فما بزبط أننا أجل كل الولد مش لازم تخاف وانتنك ممنوع تخوف لازم أقول له لا خوفك هو طبيعي خوفك هو شرعي تعال نفكر كيف نحن ممكن أن نتخط هذا الخوف مع بعض ما تبطل الشعور لازم نعطي شرعي للشعور وهيك الولد ما تلموش على شعور ممنوع لهم عن شعوره هل أنامه في النهاية في حضنة أنا كأبو بالآخر بدي سجوا منك هل أنامه في حضنة ولا أصمم في وقت الأزمات إذا منطلع على نظرية الترابط العاطفي لبولبي هو حكى أنه الوالدين هو بشكل عام مركز العالم بالنسبة للولد الوالدين الأب والإن طبيعي فما أحس بالرفض أنه أنا بديش أنامك عندي أو أنا بديش أنا أحضنك أو أنا أنا مش متكبل خوفك أو مش متكبل زعلك بالعكس لازم أن أنا بهاية الفترة أنامه عندي أن نكون العيلة كلها متكوكعة مع بعض أن نكون موجودين مع بعض وهام إشي أن نحن نحافظ على النظام اليومي العادي مثلا الأفقال كيف ممكن أحافظ على النظام يومي عادي وأنه ما فيش مدرسة والأولادنا متعلموا عن بعد على ما يبدو فترة لا بأس بها إن شاء الله أنها بتكون قصيرة كيف أقدر أنا كأب أو أم كأب أو أم اللي أحافظ على روتين حياة شبه عادي قدر الإمكان دعونا نحكي أن نحن أول شي الكل موجود في البيت يعني الأب والأم والأولاد كد ما نقدر نبعد الأولاد عن الأخبار يعني ما نعرضهم كثير على الأخبار حتى إحنا كأشخاص بلغين ما نضلناش على الأخبار لأنه إنك أنت تضلك كاعد كبير الأخبار جسمك تبطل يستوعب يصير عندك نوع من التعب النفسي ونوع من الإرهاق يعني الناس نظام يومي عادي ما يعني نظام يومي عادي نصحى بدري نفتر مع بعض حتى لو فيش تعليم فيش وظائف ممكن أن نعطي لأولاد أشياء التي تشتتهم عن الأخبار وعن الأحداث ممكن عن طريق ممكن نطبخ مع بعض ممكن نرتب البيت مع بعض ممكن نلعب مع بعض ممكن نطلع على الساحة نرتب الساحة نرتب الأشياء اللي لازم نعملها مهم جدا أنه نحافظ على نظام يومي بقدر المستطاع السؤال أنت بتقول ما نحن ندرش أخبار طوال الوقت ولكن أولادنا بتوصلهم معلومات غصبا عننا بوسائل مختلفة السؤال أنا كيف أوجهه أنه يستقل المعلومات اللي صاح واللي بقدر الإمكان بقدر اللي هتناسب جيله أنا الآن بدي أسألك عن الأولاد اللي أكبر أتحدث عن أولاد في مرحلة الأدادية وثانوية طبعا الأعدادية وثانوية جدا معرضين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنستجرام ما شاء الله فيما هبى ودب من الفيديوهات والسور والتوضيح كسم منها مفبرك يعني مشان يكون واضح كسم منها حقيقي وكسم منها مفبرك ولكن الخبر يوصل للأولاد مهم جدا أنا أشخح لهم الولد إذا أنا أخليه في عدم وضوح ممكن العدم وضوح هذا يدفعكم لمشاكل نفسية يدفع لمشاكل يدفع لمشاكل نفسية مهم جدا بالنسبة لأولادنا الأهالي هم مصدر الثقة الوحيدة بهذه الفترة واستقصاء المعلومات بيكون عن طريقنا فقط ممكن أنا أشرح له بالضبط شو وضعنا العام سحة هالخبر ممكن أشرح له كمان أنه كمان تتعرض لوسائل الاتصال الاجتماعي سحة الأخ عبدالله ريان أخصائي النفسي عبدالله ريان أباء اليوم وأمهات اليوم عاصروا حرب الخليج صحيح في تلك الحرب كانوا أطفال أو في مرحلة ابتدائية كانوا يسمعون صفارات الانذار كسب منهم لليوم لما تتردد صوت صفارات الانذار يشعروا بخوف يتملكهم خوف ممكن يتعركون ممكن شعور بوجع في البطن سؤال هذا الانسان الذي نفسه يخاف من هذا الوضع وما من هذا الحال كيف ممكن أنه لا يظهر الأمر لأولاده أو أنه يتصرف صح قدام أولاده أو المحيط الذي حواله المحيط الاجتماعي عائلته أقارب وجيرانه يتصرف صح قدامهم ليس لأنه مستحي ولكن من أجل أنه يتصرف كشخص بالغ وعاكل بطريقة صحيحة أولا دعنا نقول ليس النوع حدة العراض هي التي تحدد هل أنت تمارس سلوك طبيعي أو ليس طبيعي إذا هناك أهالي عن جد عندهم نوبات هلع جدا شديدة وخوف جدا شديد ممكن أنه يريد علاج يريد توجه لخصائيين ويأخذ العلاج فيه علاج نفسي عن طريق المحادث فيه علاج دوائي كمان ممكن أنه يساعده ولكن أنا ضد إخفاء الشعور ممكن لما أنا أكون خايف أحكي لابني أو لمرتي أو لزوجتي أنا خايف وممكن أخذ الدعم من العيل المحيطة فيي ومش غالط أننا نخبي مخوفنا وضغطنا أنا حاليا وأنا جاي من كفر برا للطيبة دخلت علي أفكار التي تخوف هل فيه في ستوديو ملجأ أفكار أجتني أفكار أجتني هل أنا جاي ممكن إذا صار ضرب الصبح كان ضرب وقع قريب على مدينة الطيب والطيبة صباح اليوم نعم هل إذا صار ممكن أنا يسير لي إشي مع ابني في السيارة مثلا طبيعي الأفكار سيتيز ولكن لا بدأ تأخذني هذه الأفكار هل أنا إذا بدأ أخذ هذه الأفكار تتملكني وتتغلب علي ممكن أن أعلى أفهم الحديثك المهم أن أتكبل الفكرة واستمر بنظام يومي مع أخذ الحيطة والحضار أفهم من حديثك إذا أب أو أم حتى أشعر وأولادهم أنهم أيضا يشعرون بالخوف هذا طبيعي طبيعي جدا لأننا إنسانيين السؤال لك الأوضاع والصور المروعة التي نراها للقتلة وأنا لا تحدث عن هوية قتلة سواء الطرف هذا أو ذاك لكل بشر وكل بني آدمين السؤال لك كيف ممكن يؤثر على كبار السن لما شفنا يعني السور أنه فيه من القتلة كبار سن وكذا كبارنا أنا أتحدث عن أهلنا الأجداد والجداد كيف يؤثر عليهم كيف ممكن أن نحيطهم بنوع من الرعاية النفسية في هذه الفترة أو إشنا أننا نكون موجودين حواليهم هذا دعم نفسي نازم بالضبط أننا نحكي معهم ممكن أن يساعدهم على التفريغ كما أن أجدادنا أو أبائنا عاشوا عدة خروبات صحيح وعدة نكبات ولكن وجودنا حواليهم والتكاثر الاجتماعي خاصة مجتمعنا مجتمعنا في وقت الأزمات بيكون مع بعض يعني العيلة بتكون فيها تكاثف يعني أكيد كل واحد ما بترك أهله لحاله حتى في الدين عندنا في الدين عندنا جدا بشجع على أنه بر الوالدين ونكون حواليهم ولكن إذا في الأعراض ممكن تبين بعد انتهاء الحرب بسموء الطراب ما بعد الصدمة إذا حدا استمر عنده هذه الأعراض بعد انتهاء الحرب مهم جدا أن نتوجه للعلاج نعم قبل أن نستمر في هذه المقابلة في خبر عاجل وردنا الآن وهو يظهر أيضا في موقع بنيت سفرات انذار في منطقة النقب في مبتين في السيد في اللقية في شكاب السلام وأيضا في مدينة بير السبع إذا سفرات انذار في منطقة النقب سؤالي لك الأخصائي النفسي عبدالله ريان أنتم تقدمون كما ذكرت خدمة مرافقة نفسية للأهل في مجتمعنا العربي عبر الهاتف كيف ممكن يتواصلوا معكم الناس للحصول على هذه الخدمة ممكن أنا أعطيك كل الأرقام تعرضها عندك نعم هي مشورة في موقع بنيت بزبط منشورة ممكن أن تذكرها يعني لأن هذه خدمة خدمة لمجتمعنا وهي خدمة طوائية من طرفكم من كل رقمات تنشره 052 733 4227 كمان مرة إذا سمحت أيدي الرقم 052 733 4227 ممكن نتواصل عن طريق الواتساب نحن في هذه الفترة جدا مجندين للحالات نعم حتى ممكن عن طريق المراسل نحكي ممكن عن طريق تلفون ممكن عن طريق الزوم حاليا في محاضرة عن طريق مركز دين وجميع تاج الحياة وكمان محاضرة لمين لا أخصائيتين من المركز للنساء هم اللي بتواجدت مع الواتس بشكل كبير إذا تقول أي شخص في مجتمعنا بهم من أي منطقة من أي مكان ممكن أن نتواصل معكم في مركز لين وجمعية تاج الحياة للحصول على توجيه نفسي دعم نفسي توجيه لمرافقة الأبلاء ممكن أن تواقم تعليمية مدرسية توجه لكم طبعا مش فقط أفراد طبعا بجملة ماذا تجمل وماذا تقول للناس خاصة اللي بشاهدوك الآن عبر قناة هلأ وانت بشان أقول لك تطل الآن في نسبة لا بأس بها نسبة كبيرة جدا بيوتنا العربية اللي تقوله الخوف مش حرام ومش عيب الأعراض اللي انت بتحسها كشخص إن كان هلأ إن كان خوف إن كان غضب إن كان التعرك أو اضطرابات اللي ممكن تحدث معك خلال هذه الفترة في لها علاج ممكن تتوجه لها ممكن إنه إحنا التواقم تساعدك والعلاج النفسي هو ضرورة لمجتمعنا واستغلها لإنها حاليا هي مجانية فاخصار إنك أنت ما تستغل هذه الخدمة بشكل عام كما قلت يعني أعداد كبيرة من البيوت العربية بتشاهدك الآن ولا بد إنها يتواصلوا معك على الرقم الهاتف اللي ذكرته والرقم منشور أيضا في موقع بنت حول هذا الموضوع أريد أن نشكرك الأخصائي النفسي عبدالله ريان أتيت إلينا من كفربرة شكرا أخصائي النفسي أخصائي النفسي